ملف كبير جدا ملف مهم جدا في تاريخ الرياضة المصرية ملف هو ملف كرة اليد تاريخ كرة اليد المصرية اللي مكتوب دلوقتي وبدأ يتكتب بحروف من ألماظ كرة اليد اللي امتعتنا كرة اليد اللي مرت بانتصارات ومرت بانكسارات كرة اليد المصرية اللي ماشي بالتخطيط علمي ممتاز كرة اليد اللي كانت في بدايتها كناش نسمع ممكن عن تحقيق لإنجازات كبيرة بعد كده بدأوا أبطالنا وبدأ اتحادات اتحاد كرة اليد ان هو يشتغل على المنظومة دي بشكل كبير جدا اللعبة الجماعية اللي حطت مصر على الخريطة العالمية في الرياضة بكلم على الألعاب الجماعية كرة اليد ما كناش نتخيل في يوم الأيام كده واحنا صغيرين ان احنا ممكن نتلم حانين التلفزيون والشوارع تبقى فاضية علشان نشاهد منتخب مصر لكرة اليد وهو بيلعب في بطولة العالم النهاردة معلش اسمحولي يعني هطول في الكلام شوية النهاردة الموضوع طويل يستحق بصراحة ومن خلال الحلقة النهاردة هنسرد تاريخ مشاركات كرة اليد المصرية في بطولات العالم وامتى شاركنا في اول بطولة وايه اكبر انجاز عملناه وامتى كان في جيل ذهبي لكرة اليد المصرية والانجازات اللي حققوها ومعلومات وارقام كتير هنقدر من خلالها نتوقع احنا هنعمل ايه في البطولة اللي جاية ونقول احنا فين ونقف على رجلنا صح النهاردة خلال طبعا بطولة العالم اللي جاية لتقام خلال فترة من 11 حتى 29 يناير المقبل بتنظيم مشترك ما بين بولندا والسويد في البداية خليونا كده نقول لحضراتكم ان منتخب مصر شارك حتى الان في 16 نسخة من بطولات العالم البطولة المقبلة هتكون اللي هتلعب الشهر الجاية في بولندا والسويد هتكون النسخة رقم 17 اللي هيشارك فيها منتخبنا طيب تعالوا بقى كده من البداية ونشوف منتخب مصر او منتخبات مصر الكبار لكرة اليد تاريخنا كان ازاي والبداية كانت ازاي البداية لما شاركنا في اول نسخة واللي كانت في تشيكو سلوفاكيا عام 64 واخر بطولة كانت 2021 اللي اقيمت في مصر اتكلم بقى مع حضراتكم في الفترة افضل مركز حققناه في بطولات العالم كان المركز الرابع وده كان في بطولة العالم 2001 اللي كانت في فرنسا بعد ما خسرنا من اصحاب الارض في الدور نصف النهائي طبعا يعني كله ما بتيجي سيرة المباراة دي انا ببتاسم نتكلم شوية عنها لكن لما ييجي وقتها خسرنا بعدها من يوغزلافيا في مباراة تحديد المركز التالت خلونا كده مع البدايات نبدأ بقى بالمشاركة وناخدها واحدة واحدة اتخب مصر كورت اليد في مونديال 64 في تشيكوزلوفاكيا واللي شهدت مشاركة 16 فريق وكانت اوروبا صاحبة القوة الضربة بمشاركة ب13 منتخب مع وجود 3 منتخبات من خارج قارة اوروبا وكانوا هما مصر واليابان والولايات المتحدة الامريكية في البطولة دي احتل منتخبنا المركز الخمستاشر من اصل 16 فريق يعني المركز الابد الاخير منتخبنا جات اورعته في المجموعة التانية مع منتخب السويد والمجر وايسلندا وخسر مبارياته الثلاثة في الدور الاول منتخبنا خسر في الجولة الاولى امام منتخب ايسلندا بنتيجة 16 تمانية وخسر في الجولة التانية امام منتخب المجر بنتيجة 16 تسعة والجولة التالتة خسر امام السويد بنتيجة 26 يحداشر نتاج اللي حقق المنتخب ده خليته يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة وكان وقتها نظام البطولة بيأهل أصحاب المركز الأول والتاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي وقتها المنتخب احتل المركز الخمستاشر في الترتيب العام ده بالنسبة لأول مشاركة لنا في بطولات العالم تشيكسنوفاكيا 64 بعد البطولة دي بقى غاب منتخبنا عن المشاركة سبع نسخ متتالية من نسخة السويد عام 67 والحد نسخة تشيكسنوفاكيا بقى 1990 تشيكسنوفاكيا نظامت 64 و90 وبدأ منتخب مصر يظهر بشكل جديد في بطولات العالم بداية من السويد عام 93 بطولة العالم في السويد 93 بدأ منتخب يظهر تاني ومن وقتها وإحنا بنشارك في بطولة العالم بدون غياب أو انقطاع تاني مشاركة لمنتخبنا زي ما قلت لحضراتكو كانت في منديال السويد 93 والنسخة دي شهدت مشاركة 16 منتخب كلهم من أوروبا مع عدى 3 منتخبات هم مصر وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية في البطولة دي احتل لمنتخبنا المصري المركز الـ 12 في الترتيب العام وده شيء كويس تطور كنت في المركز الـ 15 في البطولة اللي في أول بطولة شاركت فيها قطعت 7 سنين رجعت شاركت تاني حققت مركز 12 منتخبنا في البطولة دي كان في المجموعة الأولى مع منتخبات إسبانيا وتشيكسلوفاكيا والنمسا البداية في دور المجموعات كانت بفوز على تشيكسلوفاكيا 21-20 ثم الخسارة في الجولة التانية أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 14-17 وخسارة في الجولة التالتة مع النمسا بنتيجة 26-23 ودي المباراة الوحيدة اللي كسبها منتخب النمسا ودع بعدها البطولة بعد ما احتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة اتخبنا طبعا بخسارتين وفوز وحيد احتل المركز التالب من قطتين وتأهل للدور الرئيسي في مجموعة ضمت المنتخبين اللي صعدوا معاهم من المجموعة المجموعة هم إسبانيا وتشيكسلوفاكيا ومعاهم فرنسا وسويسرا ورومانيا في الدور الرئيسي خسر منتخبنا مبارايته التلاتة الأولى أمام سويسرا كانت بنتيجة 23-26 تانية أمام منتخب رومانيا بنتيجة 26-27 والتالتة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 19-16 واحتل المركز الأخير في مجموعته عشان يدخل في مواجهة قوية أمام منتخب المجر اللي احتل هو كمان المركز الأخير في مجموعته وتنتهي المباراة بخسارة منتخبنا 29-25 ويحتل المركز الـ 12 برضو في الترتيب العام تمام؟ كده مركز 15 في أول مشاركة مركز 12 في مشاركة تانية بنتكلم على مونديال 93 مشاركة بقى الثالثة لمنتخب مصر كورتلياد في البطولة العالم اللي أقيمت في أيسلندا عام 95 شهدت البطولة دي زيادة عدد المنتخبات المشاركة واللي وصلوا لـ 24 فريق منهم 14 منتخب من أوروبا بس بالإضافة لـ 4 منتخبات من أفريقيا و 3 منتخبات من أمريكا الجنوبية و 3 منتخبات من آسيا احتل فيها منتخبنا هنا المركز السادس وهنا بداية شعاع النور بقى بداية الجريد لايت ضوء الأخضر كده مننقول عندنا منتخب يد واو مركز السادس في بطولة عالم بعد ما كنا حصلنا على مركز 15 و 12 هنا بقى الكلام